للمزيد من النقاش معنا الباحث والناشط في سلامة المرضى سلطان المطير يهلا بك سلطان معنا في نشرة النهار مساء الخير بداية وكيف تنظر للزيادة في عداد الحالات وانتشار أوميكرون على مستوى العالم وإحداثه لإغلاقات وكذلك إجراءات صارمة في الكثير من الدول أحنا مسهلا سيد حسن أحييك وأحيي مشاهدات ومشاهدي قناة الإخبارية طبعا متحور أوميكرون هو أحد المتحورات المتعلقة بفايروس كورونا طبعا هذا المتحور سريع الانتشار وكما تم رصده في 24 شهر نوفمبر في جنوب أفريقيا بدأ هذا المتحور ينتشر سريعا وذلك بناء على التقارير والدراسات النقل الصادرة من جنوب أفريقيا كما أن هناك أيضا دراسة نشرت في مجلة جامعة هونغ كونغ أشارت هذه الدراسة بأن متحور أوميكرون أسرع سبعين مرة في الجهاز التنفسي العلوي سبعين مرة من المتحورات الأخرى مثل دلتا كما أن متحور أوميكرون أبطأ عشر مرات من المتحورات الأخرى أثناء دخوله إلى الرئاتين هذا طبعا يفسر سرعة انتشار الفيروس وأيضا عندما يكون أبطأ عشر مرات من دخوله إلى الرئاتين يفسر أيضا الأضرار أو تأثيره الضعيف على صحة الإنسان هذا كما أشارت هذه الدراسة وتختلف الدراسات من مكان إلى آخر فنحن لا نستغرب من زيادة الإصابات على مستوى العالم نظرا لما يتميز به هذا المتحور من سرعة في الانتشار ولكن هل نحن قريبون من أن يحدث تسونامي من الإصابات بفيروس كورونا كما يعني حذر وعبر عن قلقه أمين منظمة الصحة العالمية حقيقة نحن لا نتمنى أن يحدث ذلك وبإذن الله وفضل اللقاحات حيث أن اللقاحات أثبتت دورها الكبير في الحد من انتشار هذه الجائحة والوصول إلى ما يسمى تسونامي ولأن اللقاحات حيث أثبتت دراسة أكدت بأن الجرعة المعززة الجرعة الثالثة من اللقاحات كورونا لها دور كبير في التصدي لمتحور أوميكرون حيث كشفت دراسة بأنه تم أخذ عينات من الذين تم تلقيحهم بجرعتين ووضع هذه العينات مع متحور أوميكرون كما تم وضع أيضا خلايا إنسانية حيث كشفت الدراسات بأن الذين حصلوا على جرعتين وأنتجوا أجسام مضادة قللت الإجسام المضادة من دخول فايروس كورونا أو متحول أوميكرون من متحول أوميكرون إلى الخلايا الإنسانية بينما أجروا أيضا تجارب أخرى على أشخاص أخذوا الجرعتين والجرعة الثالثة أيضا المعززة الجرعة المعززة ووضعوها في مكان اختبار ووضعوا معها متحور أوميكرون وخلايا إنسانية حيث كشفت الدراسة بأن الإجسام المضادة الناتجة من اللقاح أو الجرعة المعززة لها دور كبير في دخول المتحور إلى الخلايا الإنسانية فإذن عندما يكون لدينا برنامج مكثف عن اللقاحات وهناك مجتمع واعي يعي بأهمية اللقاحات ويسارع في الحصول على الجرعة الثالثة أو المعززة بإذن الله لن نصل إلى هذا المستوى كما أن الإجراءات الاحترازية أيضا لها دور في منع الوصول إلى هذا المستوى العالي من الإصابات طيب فيما يخص يعني غير الملقحين باللقاحات المضادة لكورونا إلى أي مدى في حال إصابتهم بالفيروس حالاتهم تستدعي نقلهم للمستشفيات وتنويمهم؟ طبعا اللقاحات لها دور كبير في الحد من الوصول إلى مستويات شديدة من المرض ولكن قد لا تمنح حدوث الإصاب ولكن قد تقلل من شدة الحالة المرضية وقد أيضا تقلل من التنويم في المستشفيات كما ذكرت سابقا الجرعة الثالثة يجب الحصول عليها وذلك لما اثبتتوا الدراسات بأن لها تأثير كبير في الحد من دخول المستشفيات وبين الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون هل هناك نصائح محددة يجب على الشخص أن يقوم بها يعني إبعاد نسبة كبيرة من إصابته بالفيروس قدر الإمكان؟ طبعا أولا نبقي على أشخاص الذين أصيبوا مسابقا بأشكال من متحورات كورونا طبعا هؤلاء الأشخاص أيضا معرضين للإصابة قد يكونوا معرضين للإصابة مرة أخرى بمتحور أوميكرون وذلك أيضا بناء على دراسات في جنوب أفريقيا حيث أن شارة التقارير بين 70% من سكان جنوب أفريقيا حصلوا أو أصيبوا بكورونا الأشكال السابقة من كورونا أيضا تم إصابتهم مرة أخرى بمتحور أوميكرون لهذا السبب يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية نحن سوف نكون في مأمن بإذن الله عندما نلتزم بتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين فهذه بفضل الله سوف يكون لها دور كبير في الوقاية من الإصابة بهذا المتحور كما أن الحصول على التطعيمات جدا مهم الآن حكومة المملكة العربية السعودية حقيقة ما قصر جهود جبارة مراكز اللقاحات متوفرة في معظم المدن ونجد في المدينة أكثر مركز اللقاح فأنا طالب وأنا أنصح الجميع مواطنين ومقيمين بالمسارعة للحصول على هذه اللقاحات لما لها تأثير كبير في إنتاج مضدات الأجسام والتي لها دور كبير في التهام والالتساق بهذه الفيروسات ومنع دخولها إلى خلايا جسم الإنسان